بسم الله الرحمن الرحيم المستوى الرفيع الفصل الرابع أول سؤال في الفصل الرابع نبدأ نشوفه بقى صفحة 231 أنا مش عايز أشوف السؤال بس أنا عايز أشوف ما هو رأي السؤال ما هو رأي الطبيعة نشوف الأول بقولك اختر في الدائرة الموضحة بالشكل بها أميتر عادي وآخر حراري متوصلين على التوالي مع كودبي بطارية فإن اختار إجابة يا ترى أنا لو عكست عند عكس قدبي البطارية خليت السالي مكان الموجب والموجب مكان السالي هما دلوقتي كانوا بيقرم بيقرم الاتنين ولا ما يقروش الطيار المستمر نشوف الأول فكرة عمل كل جهاز منهم الأميتر الحراري مبدأ عمله هو الأثر الحراري للطيار الكارب ولا الطيار المتلدد الأثر الحراري الطيار الطيار الكارب بشكل عامل مستمر ومترد طب تمام يبقى إذن هل الأثر الحراري ده بيفرق مع التجاه الطيار لا يبقى ده خلاص ده لو أنا عكستي مين عكستي شمال هو ما بيهموش الطيار حيقر طيار قمته ثابت يبقى قرأته ثابت يبقى قرأته ثابت باش هتتغيى طب هنا بقى في مشكلة عند يا أستوز أحمد بعض الناس بيقول لو عكست اتجاه الطيار في الأميتر العادي الأميتر العادي كتركيب جهاز بيكون موجود عليه موجب وسالب كلام سليم يعني الموجب بتاع الأميتر الحراري لازم أوصله بموجب البطارية تمام والسالب لازم أوصله بسالب البطارية وعلى هذا الأساس بيكون التدريج بتاعه المؤشر بتاعه هادي الصفر واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا مثلا خمسة مثلا طب لو أنا عكست اتجاه الطيار المؤشر عاوز يروح الناحي الثانية بقى يعني حيبدأ تعكس الطيار ما هو الانحراف وحسب اتجاه الطيار لو الطيار جاي كده بينحراف يمين طب لو ترجح للشمال يبقى عاوز يروح في الاتجاه الشمال بس مفيش تدريج هنا ده ده آخره يعني نحرف شوية كده بس يعني حالف يعني مفيش أصلا تدريج هنا مفيش تدريج يبقى الأميتر الحراري سيقرأ نفسه قرأته يبقى الإجابة الصحيحة إن لا تتغير قرارة الأميتر العادي لا تتغير تتغير طبع لا تتغير قرارة الأميتر الحراري لا تتغير دل صحيح طب واحد بقى يا أستاذ أحمد يجي أقولك أنت لو عكست اتجاه الطيار مقاومة الدايرة كلها تتغير ولا لا؟ أه المقاومة على التوالي منهاش الاتجاه هو حدا كان بيأخذ المقاومة على التوالي بيقول اتجاه تغير طبع أنا كنت بقول دايما لأولاد في أول ما ناخد توصيل المقاومات الار لا تعتمد على التجاه الطيار خالص أنا بحسب المقاومات طبعاً لما بنيجي نخش في الحس والكلام ده كله بيبقى فيه مشكلة تمام طيب السؤال رقم اثنين المفعلة السعوية تنتب عن طريق يا ترى اختار يعني معدل التغير في شدة الطيار ولا معدل التغير في فرق جهد ولا معدل التغير في المقاومة ولا معدل التغير في الجهد والتيار طبعاً المفعلة السعوية حاجة بتعوك الطيار ناتجة عن حاجة ناتجة عن ايه عن تغير تغير لازم ينتدك عن تغير تغير يبقى فيه تغير في فرق الجهد من الظبط ده أصلاً ودي جات في امتحان أزهر أزهر فعاوزين نعرف الحتة دي فنبه للطالب عليها يعني الحاجة اللي احنا عاوزين ننبهه عليها قوي بنهدها لك في سؤال يعني عشان ما يقولش طب بالنسبة لأستاذ أحمد والسؤال التالي متقالب يتكلم عن ملف السؤال التالي بقى لك ايه رقم 3 المفعلة الحسية تنتج عن المفعلة الحسية تنتج عن معدل التغير في شدة التقيام طبعاً الحلقة بتاعتنا موجهة لطالب بشكل أساسي وبعض الزملائنا للمدرسين الأفاضل ونرجو إن شاء الله بإذن الله في حلقة مخصصة للمدرسين فقط يبقى ننشرها على الجروب يبقى فيها شرح تفصيلي الإثباتات الإثباتات بالتفصيل إحنا بنعملها ونثبتها بالتفصيل إن شاء الله إن شاء الله فيه سؤال عشان في البنك بقى سيرة الوزارة وصينا ملف مع دينامو آدي دينامو مهمل المقاومة إيه الملف مهمل والدنامو إن شاء الله مهمل مقاومة طيب طالما ما قالش إن الدنامو دي مقاومة يبقى خلاص مهمل دي حس ذاتي كانت تيار المار في الحالة دية آيوان آيوان طبعاً مش عمله التجاه لإن ده طيار متردد طيار متردد وعند مضاعفة التردد يبقى التردد ناقف بقى التيار آي تو طيب فإن نسبة آيوان إلى آي تو اختر إجابة أنا عايز أجيب الآي لأول أنا عاوزة بتحسب لي يعني حصل إيه لتغير التردد طيب فأنا عاوزة أحسب التيار المتردد فيه ملف عديم المقاومة بدلال التردد دينامو تعالى نشوف آي بتسوي إيه بص هو هنا جايب آي الفعالة مثلا لو أنا اشتغلت على آي العظمى أي كأي منهم آي عظمى على آي بناخد بتسوي إيه من إف العظمى آي على XL بقى XL اللي هي بالنسبة لي المفعلة اللي موجودة المفعلة الوحيدة الموجودة XL المنع الوحيدة آي الـ IMF العظمى بتسوي NBA في اتنين باي F يعني في اف فوق بالظبط و XL باتنين باي FL دي طريق معادي يعني معناها أن التيار NBA على L يعني ما التيار مرهوش علاقة بالتردد خالص لو أنا زودت التردد في حالة المنف البسطة هيزيد وفي نفس الوقت المقام هيزيد يبقى مفيش تغلق لا في الحالة دي لو قال لي دينامون في شروط من حديد ولأكدت على الحاجة دي مهمة لكن لو قال المصدر متردد جهده ثابت لا جهده ثابت يبقى البسطة ثابت يبقى المقام اللي هو إيه التردد لو زاد المقام هو اللي بيزيد يبقى هناك فرصة بين دينامون ومصدره ومصدر متردد جهده ثابت عشان كده بنقول أن أهم من فكرة السؤال صياغة السؤال صياغة السؤال لأنه ممكن تكون السؤال فكرته حلو بس صياغته ركيكة تحتمل معاني كتير يبقى السؤال ده وكثيرا ماهو كثيرا ماهو السؤال ده ضوابطه ضوابطه من حديد أولا الملف مهمة للمقاومة الدينامو مهمة للمقاومة وعندي ده ده ندينامو ما قالش مصدر متردد ثابت سوف بقى لما أجابها بقى مكاسف عندي بقى نفس السؤال بس مع مكاسف بس أحط ضاعف التردد فأيوان على ايتو ألعب نفس اللعبة يعني التردد قبل ما يضاعفه والتردد أه ألعب نفس اللعبة الاي ماكسمم بتساوي اي ام اف ماكس على اكس سي على اكس سي في هذه الحالة تمام يا الله سي ان بي اي في اتنين باي اف ايوة على واحد على اتنين باي اف سي مقام بمقام بس يطلع بس يبقى بتساوي ان بي اي في اتنين في اتنين باربعة باي تربيع اف تربيع سي الله ده اي العظم وطبعا اي الفعالة بتتبعها اه تمام ما هو اي فعالة العظم على جازر اتنين اه هناكش الكلام يبقى ايزا اي العظمى بتتناسب ترديا مع اف تربيع اه اف تربيع يعني ايزا لو الترد زد للضعف يبقى التير يزيد الى اربعة امسان يبقى ايزا اي واحد هو عايز اي واحد ولا اي اتنين اي واحد اي واحد على اي اتنين اي واحد على اي حاجة منه اي واحد تساوي واحد على اربعة اه لو اي اتنين على اي واحد يبقى اربعة طب ده الرياضيات انها بقى بالمنطق والعقل انا لما زودت التردد زودت القوة الدفعة وقللت المفاعلة قللت الممانعة اللي بتحصل الممانعة قلت قالت له النص يبقى الإجابة علشان I1 على I2 1-4 على R1 يبقى 4-1 في مسألة كانت موجودة زيها في الدليل تلت مكسفات C1 C2 C3 النسبة بينهم C1 إلى C2 إلى C3 السع يعني كنسبة 1 إلى 2 إلى 3 كنسبة 1 إلى 2 إلى 3 وصلت على التوالي مع محضر C2 C3 يعني ده مثلاً C يبقى ده 2C وده 3C النسبة كده والمصدر جهده 22 فولت مصدر جهده 22 فولت هو عاوز نسبة فرق الجهد فرق الجهد على كل واحدة زي ماهم كده فرق الجهد يبقى كامل كامل كلام طب بص يا سوى زحم أنت علمتنا أن C بتساوي Q على V يبقى إيه العلاقة بين C عكسي مع V عند سوى الكيو عند سوى الكيو ودهو التوالي يعني كيو ساكت يبقى طالما توالي بضمننا أن الجهد الشحنة واحدة جميل جميل يبقى الجهد عكسي مع السعة طيب أنا هاجي على كبيرة مثلاً هافطرد أن دي مجرد فرض جهدها هو V مثلاً ممكن دي طريقة ممكن V طيب أنا لما دي طبعاً جهدها V وساعتها ثلاثة سي طب السعة سي سعة قلت يبقى دهو تلاثة على بنفس النسبة هنا؟ يبقى ثلاثة V طيب أجي بقى اللي في النص دي نصها دي ثلاثة V وساعتها سي طب أصبحت اتنين سي زالت يعني زالت يبقى نص يبقى قلت للنص يبقى واحد ونص V يبقى النسبة كم لكم بقى الجهود؟ ثلاثة V إلى واحد ونص V إلى V كلهم اتنين وعشرين دا يعني ال V كل اتنين وعشرين تساوي ثلاثة V زائد واحد ونص V زائد V ال V كل دا بكام؟ اتنين وعشرين باثنين وعشرين شوف لي بقى يبقى اتنين وعشرين تساوي خمسة ونص خمسة ونص V يعني ال V تبقى كامل واحدة منهم ال V تساوي من وعشرين على خمسة ونصف أربعة 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 فولت يبقى خد لي بقى يبقى ده كم فولت النسبة بقى ده أربعة يبقى ده أربعة والتاني ده واحده آآ ستة ستة والتاني أربعة إتناشر آآ أتناشر آه إتناشر فولت يبقى لو جبت من واحد أنا مش بالعكس بقى هو عاوز واحد إلى الاتنين اللي هو نسبة إيه يبقى كأن إتناشر إلى ستة إلى أربعة أول سؤال يبان صعب ولكنه سهل وموجود متداول مش موجود في الدليل أو الدليل اللي هو بتاع 2017 السؤال رقم سبعة في الدائرة الموضحة مرسوم كل حاجة مكسفين ومشحونين لأن أدك ده موجب وده سالب وده برضو كهو موجب وسالب والتاني موجب سالب وفي أرضي فبقول لك اختار إجابة من أربعة ناخدهم واحدة واحدة عند غلق S1 فقط يصبح V1 15 و V2 20 يعني تغيرهم لو غلقت S1 فقط تعال ناقش كده لو أنا قفلت S1 فقط واحد يقول طب ما هو شحنة دي تسرب دي الأرض هنا بقى فكرة عمل المكسفات أهم حادث المكسف اللوحي المشحون بشحنة موجبه والتاني سالبت دي اسمها شحنة مقيدة مقيدة يعني استحادة تتحرك طالما السلبة ما تغيرتش يعني حتى لو اتصل بالأرض لو اتصل بالأرض أي مكسف مشهول وصلت طرف منهم بالأرض الشحنة ما تتصلبش مش هتتصلب الشحنة لأن مقيدة بالتانية لأن التانية مش هتغير هتروح فيه لأن أنا بكلم على في حالة أننا عزله عن باقي عزله عن الباقي يبقى كلمة النفر الجوه تتغير يبقى غلط يبقى نمرأ قلب غلط نمرأ بها لو غلقت S3 بس S3 بس الشحنة بقى هنا أستاذها حنتم تنتقل سبوه ده حيتغير يعني يبقى دية حيبقوا تساوبة 25 و 25 الإجابة هنا إيه بقى هل يتغيرهم هو في الحقيقة اللي اتنين بيمتلكوا نفس الشحنة أظن 23 في 20 آآ آآ ودي 20 يعني الشحنة اللي عليهم وحده لأن ضربت الثلاثة في عشرين والثلاثة في عشرين يبقى هل الشحنة ممكن تنتقل آآ إمتى السحنة تنتقل لو الطرف الثاني متصر بالأرض عشان يسرب ولا حاجة بالتصم ببعض وكلها يعني معمولين في دائرة مقلقة دي مفتوحة ودي مفتوحة مش عارف يبقى إذن يبقى لا يمكن تنتقل من أحدهم إلى الآخر شحنة لسبب لأن الشحنة لو اتنقلت مين هيأثر على الثاني غير شحنة ترحفين مين هيغير الروحة التانية مش هتلاقي حيتة تتصرر فيه ولا تاخد شحنة من أي مكان ولا هتاخد شحنة طالما مقيدهم يبقى ده غلط عند غرق S1 و S2 S1 و S2 قال لك الجهود تصبح صفر لأنه متصم بالأرض لا برضو لا ليه ربما هو متصم بالأرض طيب أنا أقول لك مش هتنا تسترب هنا لسعيد المقيدة وهنا كذلك وهنا ما فيش أي عابر بين الاثنين خلال يبقى إذن في الحالة دي هو قال لجهود صفر و صفر لا غلط غلط يبقى الإجابة الصحيحة آخر واحدة دان عند غرق S1 و S3 S1 و S3 يبقى كل منهم شحنة جهده زي ماهم فعلاً حيفضره زي ماهم طب أستاذ أحمد طب ما هو الشحنة اللي هنا ممكن مثلاً ده غاني بفرق الجهد إيه دي لده بس هنا فعي روح فين هتتسرب الشحنة الزيابة 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 تروح فين بالظبط ده مش هيقدر يعمل أي حاجة آآ مش هيقدر حاجة كنت سمعت النصيحة من أحد المفكرين كان بيقول إياك وتقديس الكلمة المكتوبة مش بس الكلمة المسموعة ممكن يكون الخطأ وارد سواء في كتاب خارجي أو في ملزمة أو خير احنا بنغلط كلنا خطائين بس نعرف ونصلح ونظبط الحاجة وإحنا كمان يعني عشان ما ندعيش حاجة احنا والله بنتعلم الطلبة يعني سعاد طالب يقولي المسألة دي غلط نقولي عم صاحي ونرجعها يا أستاذ الرجعها لا صاح كلامه هو صاح نعدالها على طول وفي أكتر من موقف حرارتك عدلت حتى فاكر أن حرارتك عدلت كتاب الوزارة في مرة عشان مسألة بتاعة الساعة دي كان طالب اللي قال عليك طالب عدلها وتذكره تماما ورحنا غيرناها على بناها على الكلام الطالب واحد ممكن أقولك كان بياخد درس بره بس المهم نغيرها المهم خد الحكمة الصحة خدها إن شاء الله يكون مجنون نمر 8 مكسف موصل بمصدر متردد فإنه في اللحظة التي يكون فيها الشحن على أحد لوحي المكسف صف لكون الجهد جهد المصدر كان لا هو قال الطيار صفر اللحظة ليكون فيها الشحن على أحد لوحي المكسف صفر الشحن صفر يعني الطيار بصفر آه مفيش طيار هنا مفيش طيار يما أنت حتقول الشحن صف نتنقشنا فيها أما أنت اللي خدعتني فيها طيب هو هنا الطالب لو خد المنحنة متاع فرق جهد فرق جهد والمكسف دافي ماشي هنا الطيار بيتقدم عن الجهد تسئين درجة بزوط الطور آه دا الطيار آه بس فرق الجهد يمشي أو الشحنة تمشي مع فرق الجهد ولا مع الطيار الشحنة وفرق الجهد شحنة على المكاسف على المكاسف متفقاني في الطور جميل يبقى إذن لو هقول طبعا لو جايز ليه أننا مسر الشحنة هتبقى ماشية مع فرق الجهد أيما إذن لما يكون الشحنة صفر يبقى فرق الجهد صفر آه وفي هذه الحالة الطيار بيكون قمع عظم آه بس هو قالي بقى يبقى لما يكون الشحنة آآ فإن اللحظة اللي يكون فيها الشحنة الأحد لو هاي المكاسف الشحنة على لوحة المكاسف صفر تمام فإن الجهد حيكون صفر صفر طيب دائرة رانين السؤال رقم تسعة دا حل يعني دائرة رانين في جهاز استقبال تستقبل موجة لسلكية الطول الموجة تلتويت نتف تمام وكان حس الملف الميت مية الحس مية مية ميت ميت هنري ماشي طبعا طرامة جهاز استقبال يبقى التردد الرانين F هيساوي A 1 على 2 باي جزر ال الجزر التربيعي L بساوي ايه هو اللي بساوي 100C 100C في C كمان C اللي هي السعة المكاسف بساوي يبقى يبقى جزر التربيعي 1 ماشي و XC F ايه دي XC كده هنعملها بدون تاني مختلف تكون عند النقطة حالة الرانين تكون عند النقطة ايه النقطة دي اه وكذبنا هنا النقطة Q وهنا R DQ و DR وهنا واحدة بقى ثانية S تمام دي اه يا ترى حالة الرانين هتكون حالة الرانين لما تكون XL بتساوي XC وهذا لا يتحقق الا في النقطة طب انا هسأل السؤال بس يا زحمة تعقيدنا على السؤال ده ليه حضرتك لما جيت رسمت XC رسمتها تحت حلو فيه هو ينفع رسمها فوق اه بنعملها فوق مجازا يعني احنا بس عشان نعرف ان XL بيساوي XC عند الرانين تمام عند الرانين بتجيب المفاعلة بالسؤال XL نقص XC يعني بيتطرحوا معناه انهم متعاكسين يعني مش متفقين في الطور فيما بينهم فرق طور 180 درج يبقى لما ديبها فوق دي تحت ولذلك الصحي ترسم كده لو هناخد في اعتبارنا الاشارة لكن الرسمة لما كتبنا XL تبه لزارة موجودة يعني بناخد القيمة العددية بس لكن الصحي طبعا لو هناخد الاعتبار اشارة المفاعلة السعوية عكس المفاعلة الحسية ولما نجيب المحصنة بتاعتهم بنكتب XL نقص XC لو كانوا الاتنين موجودة بتكتب نقص لي صحيح سؤال رقم 11 سؤال سهل وبسيط جيد فيها سئلة سهلة فيكتب له الساموية يا جماعة ماشي سهلة يا جماعة اي والزمن ملف حس يتغير التيار مع الزمن حسب العلاقة فإن العلاقة بين تغير الجهد والزمن يعني ملف حس أنا دلوقتي هرسم هذه الجهده اللي هو V ودي T في خلال نفس الفترة الزمنية الله ناور عليك انت كده تمام ووضحتها تمام هو عاوز التيار عمال يتغير في ملف حس ولا تقوى دفع اقول لك اقول لك مهول V بتساوي I ف R فتبقى للقانون قوم فيه علاقة تارضي لا هنا اه اه التيار عمال يتغير المنير ضرب اه التيار عمال يتغير لا انت بتوضح التيار عمال يتغير فيه معدل تغير يبقى كده هستعدم قانون فردي طالما التيار بيتغير الام اف تتنسب تارضيا اه المشتق من قانون فردي طبعا للدلتا اي على الدلتا تي لو في حسيزاتي اه التغير في الطيار وليس مع الطيار ايوه تبقى لقانون قوم لأ مش هتطبق قانون قوم هم اه لأ طبعا هنا التيار بتغير ولا بتغير بمعدل غير منتظم لأ منتغير منتظم معدل منتظم معناها ان V هتكون قيمتها سابتة يا استاذ احمد واعملها من فوق صح ليه الطيار بيزيد ولا ال الطيار بيزيد يبقى عملها من فوق ليه الطيار لما ازيد ولا تقوى دفع ايه ما هو فيه اشارة سالف بالضبط السالب بتاع الانزي بيعملها منتح اه منتح طيب وبعد كده الطيار هيقل اه في الطيار لما يبقى الميل هيبقى سالب سالب في سالب بموجب بموجب فكرتنا بالمسألة بتاع الدور اول 2008 اه تمام هل بينهم فاصل يعني نعمل حتة فاضية ولا لا اه ايه رأيك بقى اه ممكن انت في الكتاب عاملها كده اه كده على طول صح وهو بانتقلت لحظة يعني ما يبقىش دي بقى بعدها شوية يعني لا لا هي في نفس اللحظة اه في نفس اللحظة اه يبقى دي اسمار لان حصل الانقلاب في اه في نقطة التغير في نقطة بالظبط اه زمن بتاعها صفر لكن لو كان الطيار مسلا مسا شوية وبعدين راجع كنتك هتغير انت اللعبة بقى نزب طيب اه ناخد اه حاجة منها تانية او استحمد ولا بلاش اه حاوس نقرب فيها نقرب نقرب في مسألة بتاع الدور اول 2008 عشان مسألة دي بحبها تمام وتحكي لنا الحدوطة بتاعتها بقى بالمرأة ماشا عشان احنا دلوقتي يا جماعة مش بناخد فيزيا بس بناخد تاريخ فيزيا مسألة بتاع الدور اول 2008 وضع الامتحان جابلنا سؤال غريب الاطوار بالشكل ده وكان طبعا هو ده المطلوب انه هو يوجد اه اليم اف وجايب لي هنا علاقة بتاعت البي كساف طرفية اه وهنا هيبقى اليم اف اه وراسم منحنة تغير البي خط مستقيم بعد كده بيزيد في شكل منحنة كده وبعد كده يقل وبعد كده يزبط تاني اه وطالب مني اني ارسم اليم اف ارسم العلاقة من اليم اف الزمن برضو هنا الزمن فوق الزمن هنا في نفس الفترة الزمنية في كل بس صدمة امتحان 2008 ده كان اصعب سؤال فيها كان اصعب سؤال فيها وكان فيه خطأ فني ايه خطأ فني في الاجابة وخطأ فني اه عشان ما قالش ان اه قال ملف يدور في مجال مغناطيسي والمجال المغناطيسي بتغير طبعا في مي تغير نيب بتغير فاضل كده لا احنا هنزبط هنقول ملف الملف يا جماعة ثابت والفض بيتغير او كسافة الفض بيتغير كسافة الفض بيتغير وعاوز علاقة بين امف والزمن طيب اقولك انا بقى العلاقة اجيبها من اليم احنا عارفين مش زحمة اربع مراحل اللي اسمهم امف نكتب القانون او اقاربت بالقانون امف تساوي سالب تمام سالب ان ايوه دلتا فاي ام على الدلتا دي حلوة طيب اذا اليم اف هتتنسب طرديا مع الفاي ام لا مع البي بقى الفاي ام دي بيتستو بي في ايه بي ايه برضو هي مش بتتنسب طرديا مع البي هي بتتنسب طرديا مع معدل الزمن دي للتغير مع معدل تغير مين البي طب مع البي هنا قيمتها كبيرة يبقى اليم اف لها قيمة لا هنا البي بتتغير وانا بتتغير سابت هو قالك معدل ايه التغير احنا قلنا في الباب الثالث كلمة تغير كلمة سحرية طيب هو السؤال دي يعني يعتبر باب التالي تأكثر منه يعني هنا أنا عارف بس السؤال جميل ورائع ولازم نقف عنده شوي يبا هنا مفيش MF في الفترة دي طيب والفترة دي يا أستاذ أحيان مفيش MF برضو برضو يعني فيش تغير الفترة دي بقى أنا شفت النموذج الأول اللي جابتك أنا عاملها كسا آه وقلنا ساعتها صلحناها قلنا غلط وحصل النقاش و وطبعا ودخل فيها ده كترة من الجامعة وقعدنا نكتبه لحد ما بعد يوم التصحيح ثبتناها يعني يعني وضع السؤال نفسه وضع السؤال نفسه حقا عدت عليه عادي عادي ووكر كده هم تغير وبكذا فلما عادت تقشف فيها طبعا برجع على رأي الناس طبعا لنزم فوقه كل ذي عمي ووضع الامتحان نفسه من ده كترة لو زماء جدا من ذكر أسماء طبعا كله فإحنا هنا عاوزين نزبوتها بقى الحل الصحي بتاعها لو كانت يعني كده يعني أنا باعتبر أن الوضع الانقلابي في تاريخ الفيزياء اللي حصل فيه ممكن نقسم تدريس الفيزياء القبل وبعد 2008 2008 وكان أنا مش عايزة أقول مين السبب في الموضوع ده بس هو ده ربنا سبب فيه بقى هو امتحان 2008 بدأ المدارسين ينتبهوا للتكات الفنية الموجودة يرفع مستوى التدريس شوية وكل راح تصحصح بقى في كل كلمة حفظه وتلقيم بقى خلاص هنبدأ بقى في الجزء ده نعمل فيه ده بس هو هنا بقى الجزء ده كسافت الفيز بتتغير بمنحنة جايبي طيب ناخد ميل الممس يبقى لو انت حتاقب بقى عشان تجيب الإقمف بتسوي دل تبيعة دل تبيعة دل تبيعة دل تبيعة دل تلي هي ميل الممس الممس حيبه شكله ايه بقى هنا لو جيت خدت الميل اهو حيبه الميل كبير ميل كبير طب لو جيت خدت الميل هنا صغر صح؟ طب لو جيت خدت الميل للصفر صغر يبقى كاين هنا قيمة عظمى وتتضاءل حتى تصل الى الصفر عندما تصل البي الى القيمة العظمى بس فيه اشارة سالب يعني لو طالب حب يجاوبها فقال لي والله انا هجبها من فوق اهي عملة تقلت تقلت لحد ما تصل للصفر قل له غلط عشان فيه اشارة سالب فانا هبدأ منين سالب بقى سالب قيمة عظمى سالب قيمة العظمى سالب قيمة العظمى حل وبعد كده الثانية زيه زمان يبقى كده قابل اجابة ده اغرب سؤال راسم بعيني شوته في حياتي اه لا راسم غريب شوية فيه سؤال واحد نكمله كمان نكمل ركب اتناشر طيار متردد شدته اربعة امبير تردد الطيار خمسين هيرتز يمر في دائرة بها ملف حس نبدأ كده الطيار المتردد شدته الشدة اربعة امبير ده قيمة الفعالة طبعا جميع قياسات الطيار المتردد قيم فعالة ما لم يذكر غيرها زيه بالضبط والتردد خمسين هيرتز خمسين الدائرة فيها ملف حس ادي ملف الحس اهو في الدائرة ماشي والقدرة المستهلكة في الملف الباور بتاعت الملف الملف ميتين واربعين ميتين واربعين واط وكان فرق جهد عبر الملف فرق الجهد ده ميت فولد ميت فولد عاوزين معامل الحس والذات معامل الحس اولا يا سيد احمد الملف لا يستهلك فيه طاقة ولا قدرة طالما قال يستهلك فيه قدره بأكيد المسألة غلط لا مش مسألة غلط ده حط الله عنه نشرك لي بالكتاب لا لا نشرك لكتاب الحاجة لا لا انا بقول الشخص اللي بيفكر بسطحية يقولك الراجل بيقول فيه قدرة مستهلكة في الملف وشوية يقولي الملف ما بيستهلكش طالما قالك مقاك تستهلك فيه قدرة في مقاومة هو مش عاوز يقولك ليه مقاومة جبش حاجة سالكة يبقى الآن نجيب المقاومة نجيب المقاومة نجيبها انا عندي التيار وعندي القدرة انا عارف ان القدرة بتسوي اي تربيع فار يبقى اذا الار بتساوي الباور على اي تربيع صحيح الباور 240 240 والاي اربع يبقى 16 بقى نحسبها 240 على 16 على الثمانية في الاتنين على الثمانية فيها السنة على الثمانية فيها الثمانية فيها الثلاثين 30 على الثمانية حلو حلو او يبقى المقاومة 15 او بس ايه هنا عندي التيار كام اربعة والملف ده مصدر متردد ليه مفاعلة وهدي يقولي لا المسألة دي مسالكة المسألة دي فيها خطأ ليه يقولي سلانة لما حسبت الار بناحية تانية من في على اي مية لحظة ما تشتمليش ها مية على اربعة يديني 25 اقول له انت كنا ما حسبتش الار ما حسبت ايه لان ليه مقام الله ينور يبقى زد دي 25 25 الله والار كام 15 يبقى نجيب اكسا ايه بتساوي الفرق لا زد دي هتساوي هايه Zhan زد لان اقول الزد تربيع بتساوي اكسل تربيع زاية R تربيع الزد بكام الزد بـ 25 25 والار 15 تربيع جبنا اكسل انت طرام عندك Palm لطلعت راقب تساوي كن احنا عارفين بقى ان ال الساوي ال لأكس إلي ماشي. حلطوا اكس إلي نساوي الرقم. اتنين باي اف إلي. يبقى الرقم اللي طالع لي بيساوي اتنين باي اف إلي قدر جب منه العفل. وعندك الاف بالدهالي. الاف بالدهالي فعلا بخمسين. هيطبع الإجابة واحد على خمسة باي. واحد على خمسة باي. خمسة باي. هنا ري بس كده تمام. سؤال سهل. نفوش مشكلة. نكتفي بهذا القدر. ربنا يديك الصحة ويبارك في عام لك نشكر له أستاذ أحمد وإن شاء الله هنكمل في الفيديو اللي جاي باقي الفصل الرابع ونوعيدكم إن شاء الله هننجز العمل ده بإذن الله قبل رمضان وبعد رمضان بقى ناخد وعداً بسؤول أستاذ أحمد ببدء فعاليات المراجعة النهائية آه مراجعة عامة بقى عنها ككل بقى حالاتي بنرجع أبواب أبواب كده إن شاء الله شكراً يا أستاذ أحمد